اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أن أمانة العاصمة والمجالس البلدية رفعت من استعدادتها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وذلك تحسبا للتوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية تساقط مياه الأمطار خلال اليوم وغدا جاء ذلك خلال أولى زيارات التفاقدية التي قام بها سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة وشملت بلدية المحرق وبلدية أمانة العاصمة للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بتأمين الصهاريج والمضخات وتوزيعها بحسب نقاط تجمع مياه الأمطار أوضح سعادته أن الوزارة وضعت خطة متكاملة حال السقوط الكثيف للأمطار مؤكدا وجود فريق طوارئ لدى الوزارة وغرفة عمليات مشتركة لمتابعة الإجراءات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع وزارة الأشغال والدفاع المدني والمجالس البلدية